أما نور خلينا نحن هلأ نرجع لصباحنا اليوم ونروح لفقارتنا الثانية ضمن صباحنا غير أكيد رشا ويمكن خلال رحلاتنا الصباحية اليومية بنحاول نسلط ضوء على مواضيع بتهم كل الناس بالآوينة الأخيرة كل المتابعين في قطاع التربية تواصلوا معنا في استفسارات كتير حول المسابقة المركزية وحول الأسماء ومكان العمل وكتير تفاصيل رح نحكي عنا أكتر مع الأستاذ سامر الخطيب مدير التنمية الإدارية يسعد صباحك أهلا وسهلا فيه الصباح الخير وإن شاء الله دائما صباحكم غير أهلا وسهلا فيك وصباحك خير على طول نحن دائما نقول قطاع التربية هو القطاع الأكبر ولهيك دائما بيكون في استفسارات وإشارات استفهام حول كتير مواضيع ضمن وزارة التربية للأمانة يعني ألاف مبدئ لك غير تقريبا 600-700 سؤال لليوم ولكن نحن هيكي حاولنا أنه ناخد الكم الأكبر نقدر نمر إلى اليوم كرمال نجاوب الأشخاص اللي عم يراسلونا خلينا نروح فورا لأول موضوع تم طرحه وهو تحديد مركز العمل كنت عم تقلي أنه صدرت الأسماء بالعطل الانتصافي لكل حدا قدم على موضوع مركز تحديد العمل طيب هل عن جديد في شيء قرارات جديدة بتخص هذا الموضوع؟ طبعا تحديد مركز العمل هو يتم تقديمه وفقا طبعا للبلغات الوزارية غالبا بيتم تقديم طلبات تحديد مركز العمل بالعطل الصيفي خلال العطل الانتصافي طبعا بيتم البت بالطلبات المقدمة العطل الصيفي بجزء منها وفق أولويات وممكن ينتابع نحن البت بالطلبات العطل الانتصافي حرصا من وزارة تربية على استقرار العام الدراسي بحكم أنه نحن عدد عاملين كبير وحركة دوراننا عالي فلذلك نحن حرصا على استقرار العام الدراسي بتتم هذه التشكيلات سواء كانت نقل استقالي إجازي خاصة بالأجر ومن ضمنها تحديد مركز عمل بتتم التقديم بالعطل الصيفي والبت فيها بالعطل الانتصافي خلال العطل الانتصافي صدرت مجموعة قوائم كان فيه توجه من سيد لزير بأطاء أولوي لزوجات العسكريين لأرملة الشهيد لالتحاق بالزوج بالإضافة للمطلقة وزوجة جريح الحرب وصدرت قوائم طبعا بجميع هذه الحالات قوائم بدون استثناء كل من تتطبق فيه شروط تحديد مركز عمل تم البت فيها خلال العطل الانتصافي ماذا لولا قائمي قيد الدراسة؟ طبعا الطلبات المقدمة خلال العطل الصيفي تم البت فيها بمجملة وفق الفئات اللي أوردتها طبعا أوردت لكم ياها قبل قليل من ضمن السؤال الأول قبل ما تنتقل النور لسؤالة ثانية اليوم الأشخاص اللي تقدموا بالطلب كيف فيهم يعرفوا إذا هنن تم قبولا أو لا؟ تقدموا بطلب تحديد مركز عمل تمام بدنا نميز بين طلبين الطلبات المقدمة العطل الصيفي طبعا الكل اللي بيعرفوا أنه سواء كان تم البت بطلبهم أو لا من خلال موقع وزارة التربية ومن خلال مدريات التربية تم التعليم عليها بشكل سريع خلال العطل الصيفي الانتصافي طبعا كان في استجابة غالبا من بعض العاملين بقطع التربية أنه أتوا إلى وزارة التربية للتقدم بطلبات بالعطل الانتصافي طبعا هاي خارج المدية القانوني تم توجيهه من السيد الوزير نشان تخفيف عنهم قبول الطلبات دون تسجيلها بالديوان العام للوزارة تعرفوا أنت الطلب لا يأخذ الجدية إلا إذا تم تسجيله بديوان الجهة العامية وجه السيد الوزير بتشكيل لجني لفرز هذه الطلبات حسب الحالات ليتم استكمالها فيما بعد خلال العطل الصيفي وإمكانية البت فيها بانتظار طبعا توجيهات السيد الوزير بهذا التصوص طيب أستاذ سامر عم نحاول نجاوب على جميع التساؤلات يمكن الاستفسارات والأسئلة اللي وصلتنا عبر بريد الصفحة خلينا نحكي عن خرجي الترجمة ومصير خرجي الترجمة دائما بنقول أنه مدرسين اللغة العربية هن خرجين أدب إنجليزي طب خرجين الترجمة إن كان فرنسي ولا إنجليزي مسموحيني درسوا لغة اللي هنا أساسا مترجمين فيها لأنه القطاع الوحيد اللي بحاجة له هو فعليا يبيتبع لقوله هو قطاع التربية طبعا فيما يتعلق بالإجازة بالترجمة ورد نحن كتاب وزار التعليم العالي والبحث العلمي اعتبر الإجازة بالترجمة لا تكافئ للإجازة في اللغة الإنجليزية وأدابها الإجازة بالترجمة باللغة الإنجليزية والإجازة في الترجمة في اللغة الفرنسية لا تكافئ درجة الإجازة في اللغة الفرنسية وأدابها لجهة القيام بأعمال التدريس طبعاً هاي شهادي صادرة عن وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي هني بقدروا هاي الإجازات مدى قبولها بالتدريس أو عدمه طب مصيراً شو بيكون؟ مصيراً طبعاً لجهة تولي الوظائف يبقى حق الإجازة في ترجمة اللغة الفرنسية الإنجليزية حقهم بتولي الوظائف العامي بالفئة الأولى ما تم حجب عنه الحقهم بتولي الوظائف العامي بالفئة الأولى كمان رجعنا هايك السؤال كمان قريب شوي على تحديد مركز العمل ولكن اليوم هلأ سؤالنا من الضوي الشهداء المعاليين المتزوجات والعازبات اليوم عم يطالبوا بتحديد مركز عمل لائلون ويفتح باب قريب للتسجيل في شيء موعد قريب لائلون؟ طبعاً البلاغ الوزاري 946 حدد طبعاً تم تفويض لتخفيف الأعباء عن العاملين بالقطاع التربيه باتجاه المفوض السادي المحافظين ومدراء التربيه بالبت بأوضاع العاملين فيما يتعلق باستيقالي نقل إجازي طبعاً من ضمنه يعني كل ما يتعلق بأوضاع العاملين تحديد مركز العامل إذا وجه سيد الوزير بالبت فيهم بالعطل الصيفية سيتم دراسة الطلبات المقدمة التي أوردتها قبل قليل بعد فرزة وفق الفئات المحددة وممكن يتم دراستها خلال العطل الصيفية في حال وجود نقص ممكن الطلب باستكمالها للطلبات ضمن المدل طيب أستاذ سامر على أي أساس بتم تحديد مركز العمل إذا بدنا نشرح شوي لكل اللي عم تابعونا تحديد مركز العمل هو بالأساس يعني هو خارج قانون منح القانون لوزار تربيه بمجب النظام الداخلي المادي 26 يحق للسيد وزير التربيه بمعنى استدعاء أي من العاملين وتحديد مركز عمله بالمكان السبب هو يتتطلب طبيعة عمل وزار التربيه العجلي في تنفيذ فبعض العاملين يتقدموا طلب النقل طلبات النقل تستغرق زمن توفر الشاغر، توفر الاعتماد الشاغر بالجهة المنقولة إليها والاعتماد وأمكانية الاستغناء بالجهة المعينة فيها فالتعليم بالتحديد يطلب سرعة بالإجراء فيتم تحديد مركز عمل العاملين التي لا توفر في مشروط النقل إذا كان في احتياج ببعض الاختصاصات أو ببعض المدرسين أو استدعاء أحد منهم للعمل بوظيفة مدير مدرسي أو موجه تربوي اختصاصي أو موجه اختصاصي بالإدارة الفرعية بالإضافة للتوجيه الأول أو شغل مركز رئيس دائرة أو ضمن تغطية احتياجات وزارة التربية وفق المحافظات حسب الاختصاص خلينا نروح إلى ملف نحن ناقشناه بالأسابيع الماضي وهو طبيعة العمل دائماً في استفسارات حول هذا الموضوع اليوم معنا هكي سؤال حد عم يسألنا أنه اليوم وزارة التربية كيف عم بتساوي بين موظف أو معلم أفن عمره بمهنة التدريس يعني له تقريباً 30 سنة عم بمجال خدمة العلم والصف والطلاب وبين معلم متعين جديد يعني كيف عم تتم المساوات اليوم بين الراتب وطبيعة العمل طبعاً صدر المرسوم التشريعي 27 هو منح العاملين بوظائف تعليمية داخل الصف بنصاب كامل 40 بالمية السبب أنه طبعاً منح العاملين الإداريين مادة الثاني الذي يشغلون عمل إداري 10 بالمية بما فيهم المعلمين المحالين من عمل تدريسي لعمل إداري طبعاً هو الغاي من هذا المرسوم الغاي منه أنه هو تحقيق أو تبات تحسين وضع المعيشي للمعلم والتشجيع على بقاء المعلم داخل الصف فنحن لا نستطيع الغاي منه إذا نحن سوينا بين العامل الإداري والعامل بوظيفة تعليمية انتفت الغاي من المرسوم المحالين لعمل إداري قد يكون لسبب صحيح بس لا أستطيع أنه وازي جهد داخل الصف بالموجود خارج الصف بس حتى استفسار جاينا من الإداريين بيعتبروا أنه هذا ظلم لإيلون لما تكون طبيعة العمل 10 بالمية مقابل 40 بالمية أنه غير ممسي شيء متاح لإيلون الاستفادي من هذه الطبيعة إما إذا بقيوا بمكان 10 بالمية أو العودة داخل الصف والتقاضي 40 بالمية فأعتقد يعني فيه عدالة بهذا الموضوع لا نستطيع أن نعطي العامل القام بعمل إداري طبيعة عمل موازي للمعلم داخل الصف خلينا نسأل عن الوكلاء المتبتين إيه ما تنهم قادرين أنهم يستحقوا طبيعة العمل طبعا بعد صدور المرسوم التشريعي 27 تم إعداد التشكيل اللجني لدراسة يعني تعليمات تنفيذية أو بلاغ وزاري بالفئات التي تستحق طبيعة العمل طبعا على وشك الصدور يعني البلاغ الوزاري بحدد الفئات ويشمل كذلك المتبتين موجب القانون 38 ضمن العاملين داخل الصف أو اللي عامين خارج الصف بـ 10 مئة طيب ليه المشرفين تعليم الإلزامي يتقادون لا يتقادون أي طبيعة عمال يعني هاي كمان سؤال وردنا عبر بريد الصفحة وهو مشرف تعليم يعني هو مشرف تعليم الإلزامي المرسوم التشريعي حدد الفئات التي تستحق طبعا الـ 40 مئة هي المعلم داخل الصف المدير المدرسي ومعاون المدير بدوام نصفي طبعا بالإضافة للموجه التربوي الاختصاصي والموجه الأول في وزارة التربية يعني سواء كامل دارة الفرهية أو دارة المركزية المشرف التعليم الإلزامي يقوم بعمل إداري بجانب الجوانب وهو الإشراف على التعليم الإلزامي وفي حال قيامه بأي أعمال إضافية تستوجه لا يكون له جزئية مثل الإداريين يتقادى عشرة بمئة إذا كان محال يعني يعتبر هو عمل إداري تصنيف عمل إداري يتقادى عشرة بمئة طبيعة عمل طيب كمان خلينا نروح شوي للمسابقة المركزية كرمان ضوية عليها أكتر كونه هلأ هي الشغل الشاغل لكن للناس صحيح نحكي شوي عن المسابقة اليوم العقود السنوية الموجودة ضمن وزارة التربية هل هي مطالبة أنه اليوم كمان تقدم على هاي المسابقة؟ طبعا القانون العاملين لا يحجب عن أي عمل في الدولة سواء كان دائم أو متعاقد من الاشتراك بأي مسابقة يتم الإعلان عنها بالجهات العامة طبعا احنا اختصار لهاي اختصار الإجراءات تم إصدار بلاغ وزاري باعتبار جميع العاملين الدائمين والمؤقتين حاصلين على موافقة للاشتراك بالمسابقة بالمسابقة المعلنة عنها طبعا هاي مسابقة شو الهدف من أنه نرجعوا أنه كرمال تثبيت يعني يتثبتوا؟ لا طبعا لأنه أحد العاملين ممكن يكون معين على فئة غير مطلوبة بعض العاملين يكون مثبتين أو متعاقدين معين على فئات أدنى فئة ثانية وحصل على شهادة أعلى لا تستطيع أن تحجب الإدارة عنه حق الاشتراك بالمسابقة خلينا نقول درجات علمية ولكن هنه مطالبين أو لا يعني اليوم هيك نحن أنه مفروض أو لا يقدموا أكيد هو خيار للعامل اه تمام إذا حب أنه يعدل فئته أو يغير مكان عمله هو حق متاح لا تحجب الإدارة عنه الحق باشتراك بالمسابقة سواء كان عامل دائم أو متعاقد طبعت سنوات الخدمة ضمن إطار المسابقة ولا لا؟ هذا السؤال للكل لما نقول في سنوات عمل عشرين، ثلاثين، خمستعش يعتبر الظلم لما قول أنا خلال التعيين المسابقة أو يتقدم للمسابقة يكون مثله مثل أي شخص يمكن هلأ بلش خطوطه ولا في العمل طبعا هو طالما أنه رغبة العامل تتعلق برغبة العامل التعيين بمسابقة مجددا يبدأ بأجر بالتعيين يعني هو يتحمل مسؤولية قراره إذا يتقدم للمسابقة ولا لا يحتفظ بقدم وبسنوات الخدمة فيما يتعلق بإنهاء الخدمة يعني الخدمة بالجهات العامة مهما تنوعت تبقى خدمة للعامل يعني يتم ضمة واعتبارها في حساب نهاية الخدمة سواء كان بأي جهة عامة العمل يعتبر قدم وظيفة للعامل ولكن اشتراكه مسابقة وتعيينه بموجة مسابقة مجددا يتم تعيينه بأجر بالتعيين للفئة المعينة على أساسها طبعا خلينا نسأل اليوم كرما إلون حق علينا العساكر عم يسألوا أنه هل يحق للعسكري الذي على رأس عمله أو العسكري المسرح أن يتقدم إليكم بطلب نقل لأقرب نقطة لمكان سكنه أم لا البلاغ الوزاري 946 تطرق لموضوع العسكريين يحق للعسكري التقدم لطلب تحديد مركز العمل أو نقل المسرح طبعا بأي وقت من العام لا يخضع إلون شوية ميزات أكيد أكيد طبعا لأنه عسكري خدم مدي زمني طويل ضمن مؤسسة وزار الدفاع أو الجيش العربي السوري ميزي أنه يتقدم بهذه الطلب بأي وقت من العام طيب وردنا هلأ أستاذ سامر سؤال من الأمهات المعينات وسبقت عقود لتحديد مركز عملهم يعني عم يقولوا عم ياخد وقت كتير كتير كبير عم نطلع خمسة صباح نرجع وقت مأخر عم يكون فيه أسقال وتعب حتى على العيلة ما عم نقدر يمكن ناخد وندير بارنا على أولادنا يعني من حقهم عم يقولوا أنه يكون فيه تحديد لمركز العمل طبعا طبعا الأصل بالتعيين بمجرد مسابقة المتعاقدين أنه يتم تعيينه وفق احتياج وزار التربية بالمجمع التربوي المتقدم لأله المتعاقد أو المعين طبعا فيه تسهيرا بأوضاع بعض صعبة يعني أنا بدأت حكي مواصلات وسفر وأساسا الراتب منهم متحمل كل هاي الأعباء دائما شيء مرسوم عم يتم أنا عم قلك عن الأصل الأصل أنه هو لازم يلتزم بجهة لأعينته فيها وزار التربية أو الجهة العامية لأنه هو متقدم بتعاقد عدم تقديم طلب نقل أو تحديد مركز عمل أو ندب لأي جهة أخرى قبل مرور المدي المحدد بالقانون بالمستقبل ممكن يكون في تعديل لأنه لازم نحن نغطي احتياجنا طبعا هو يتعلق بالإدارة والعامل حصا يعني يوجد فيه تسهيلات في هذا الموضوع مراعاة للمعلمين أنه إمكانية النظر بالتحديد وفق الظروف للبطاط المتزوجات من ضمن الحالات اللي عم تنظر فيه وزار التربية بتحديد مركز عمل بما فيه متعاقدين طبعا بالأوقات المحددية الوقت سويدي ولكن اليوم نحن بدنا منك وعود على هوا الإخبارية أنكم تنظروا كمان لمعهد الفنون النسوي أو الاقتصاد المنزلي دائما عم يكون عندهم فرص كتير قليلة فاليوم عم يناجدوكم أن يكون عندهم أو عند التربية خطة لإستيعابهم ضمن الوزارة أحجابك باختصار طبعا نحن المسابقة المعلن عنها هي كان بناء على رصد احتياجات الاحتياجات معهد الفنون النسوي والاقتصاد المنزلي مدرج بالمسابقة بالمحافظات المحتاجة ومن ضمنها محافظة الرقة مدرج كانوا عم يقولوا أنه بطرتوس مطلوب شخص واحد يعني مطلوب رقع واحد بس ولهن عددهم أكتير كبير طبعا هاي الاحتياج حسب الاحتياج شرحنا نحن بيال طبعا إذا تولد احتياجات طبعا بأي وقت فيه بتحصل مصابقة بتملأ لنا عن المسابقات إذا وافونا بالاحتياج نحن يعني أكيد ما بنحجب عن حق بيكفلوا الدستور ما بنحجب عن حدا حق اشتراك مصابقة أكيد ونحن عم يمكن عم نحاول نوصل صوت الناس كل الاستفسارات اللي عم تخطر عبالهم وكل المشاكل اللي عم تواجهون عم نحاول نوصلها لألكم بالختام دي تشكرك سامر الخطي مدير التنمية الإدارية على وجدك معنا شكرا كثير لك شكرا لألكم ويعطيكم العافية وإن شاء الله دائما صباحكم غير شكرا أستاذ سامر وهيكي ملتقي بصباحات ثانية وبقرارات تصر خاطر كل حدا شكرا 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 أهلا وسهلا